السلام عليكم اخباركم ايه انا عمرو موسى وسعيد جدا انكم بتشوف الفيديو دلوقتي معي في قناتي قناة غوي قهوة هنشتغل النهاردة عن مطحنة القهوة ديلونجي كيش جي 79 المطحنة طبعا معروفة في السوق من زمان في ناس كتير اشتراتها وفي ناس لسا بتشتريها المطحنة طبعا زي ما انتم عارفين اداءها مع السبريسو مش افضل حاجة مشكلتها دايما معانا انها بتحتاج درجتين ثلاثة زيادة عشان تدينا السبريسو مزبوط فعشان كده عملنا لها فيديوهات كتير في القناة موجودة عندي عن التعديل وشغل التعديل عشان ناخد منها افضل درجة ممكنة بس المشكلة ان المطحنة حاليا في السوق اغلب المحلات او في اصدارات منها كتير في السوق بتتبع متعدلة جاهزة وفي ناس ما تعرفش انها متعدلة او ازاي تكون متعدلة في ناس جابتها وعدلتها على طول مباشرة وللأسف المطحنة بزت عشان كده انا فكرت في الفيديو بتاع النهاردة ده ان احنا ازاي نعرف المطحنة بتاعتنا محتاجة تعديل ولا لأ وكمان نعرف احنا لو عدلناها محتاجين كم درجة بالزبط تابعوا معي الفيديو هنعمل تجربة سريعة كده وبسيطة هنعرف منها اذا كانت المطحنة بتاعتنا متعدلة ولا محتاجة تعديل لسه قبل ما نبدأ تجربتنا النهاردة حابب ان اشكر الناس اللي بيدعموا القناة بتاعتي بالشير واللايك والتعليقات واي تفاعلات جميلة بتحصل على القناة حابب اقول لكم ان الموضوع ده بيفرق معايا كتير جدا وبيفرق مع الفيديوهات اللي انا بقدمها لان طبعا زي ما انتم عارفين مشاركة الفيديوهات واللايك الكتير اللي على الفيديوهات بيساعد على انتشار الفيديو ووصوله لأكبر عدد من المشاهدين بشكركم كل الشكر يلا بينا اول ما نشتري المطحنة بتاعتنا عشان نعرف هي محتاجة تعديل او متعدلة او لأ هنروح هنا على مفتاح الدرجات وهنخليه على اناعم درجة اللي هي فاين شايفين المكتوب هنا فاين هنخلي المؤشر على علامة فاين بعد كده هنحط البن في المطحنة ونتحن البن الطعنة مش هنحط كمية كبيرة لانها هتكون للتجربة يعني حوالي خمستاشر او ستاشر جرام بالكتير صغرنا الدرجة على اناعم حاجة فاين هنبدأ بالطحن مباشرة يلا بينا طحنة كمية بتاعتنا زي ما انتم شايفين مش عارف اذا كانت الطحنة هتبان عندكم ولا لا بس عموما الطحنة شكلها كأنها كبير زي ما انتم سمعتوا صوت المطحنة كان عالي ومفتوح مفيش فيها صوت اختناق الصوت مش مكتوم كمان شكل الطحنة كبير طيب اللي مش هيقدر يحكم على شكل الطحنة بالعين المجردة هنعمل ايه؟ يلا بينا بقى ننتقل للمرحلة التانية ان احنا نجرب الاستخلاص بتاعنا ونشوف الاستخلاص هيكون شكله ايه بالزاق؟ هاخد البسكت المضغوط اللي هو الطبقتين اللي بييجي مع المكينة لما بشتري المكينة ده البسكت اللي بيجي معاها ده البسكت اللي هو دابل شوت بياخد تقريبا من 13 ل 14 جرام بون عشان كده قلتلكم ان انا هاخد 15 جرام اطحانها على الاقل لان المطحنة بتحجز حوالي جرام جرام ونص جرامين هنحط الكمية اللي اخدناها بالمعلقة اللي بتيجي مع المكينة بيكون فيها هنا تمبر بلاستيك هنساوي سطح البون بتاعنا ضغطة بس متوسطة كده او اقلم متوسطة كمان الهدف منها ان احنا نساوي سطح البون داخل البسكت هنسخن المكينة والفنجان بالبرتافيلتر في المكينة هنحط الميزان بتاعنا والفنجان المفروض دلوقتي احنا هنستخلص دابل شوت احنا حطينا حوالي 13-14 جرام بون في البسكت هنستخلص دابل شوت اللي هي بتكون تقريبا من 50 ل 60 جرام ولا بستخلص قهوتي هحسب الوقت هحسب الوقت امتى معنزول اول قطرة في الفنجان بتاعي ابدأ احسب الوقت واشوف هخلص في قد ايه يلا بينا طبعا انا هضغط دلوقتي ضغطة مطولة على الزرار انا مش عارف انا مبرمج المكينة بتاعتي على اقل من 50 ولا اكثر من 50 فالاقمن والاحوط ان انا اضغط على الزرار ضغطة مطولة عشان اضمن ان اخد الكمية اللي انا محتاجة يلا بينا بسم الله معنزول اول قطرة بدأت احسب الوقت هوصل لحد 50 تقريبا وارفع ايدي تقريبا اخدت 50 جرام شايفين ده شكل قهوتنا القهوة سريعة جدا زي ما انتشوفته طيب اخدت الاستخلاص بتاعي في قد ايه تقريبا حوالي 10 ثواني طبعا ده بالنسبة للاستخلاص بتاعي كشكل وكمضمون بالنسبة لماكينة الديديكا طعم القهوة مش هيكون كويس حتى شايفين شكل القهوة القهوة نزلت يعني سريعة كده ما خدتش وقتها خالص في الاستخلاص وعرفنا بكده ان المطحنة بتاعتنا مش متعدلة احنا كده طحنين على انعم درجة انعم درجة ادت لنا استخلاص دابل شوت في حوالي 10 ثواني وده طبعا قليل يعني الاستخلاص بتاعنا المزبوط مع الديديكا عايزينه يكون مثلا ما بين 12 ثانية لحد 17 ثانية يعني اخدت 15-16 ثانية الاستخلاص ده هيكون مزبوط تماما عايز تكمل بيها على وضعها كده او تشتغل بيها على وضعها كده تمام مفيش مشاكل وعلى فكرة هتفرق معاك من نوع بن لنوع تاني طيب لو المطحنة متعدلة الشكل هيكون ازاي للتجربة تعالوا كده نشوفها على السريع يلا بينا بسم الله برضو هنحسب التوقيت بتاعنا وهناخد نفس الكمية مع اول كترة هبدأ حساب الوقت هوصل برضو عند خمسين وهوقف وقفت عند خمسين بالزبط ده شكل الاستخلاص بتاعي طبعا فرق كبير جدا في الشكل اخدت بالزبط اربعة وخمسين انا وقفت عند خمسين وهي نزلت حوالي اربعة جرام زيادة وقادي الفنجرين قدامكم والفرق بحيث انك انت لما تستخلص قهوتك تبقى عارف ايه الفرق طيب اخدنا استخلاصنا في قد ايه؟ اتنين وعشرين ثانية اتنين وعشرين ثانية ده كتير بالنسبة للباسكت المضغوط الباسكت المضغوط اللي بيجي مع المكينة يهمني ان انا اخد ما بين اتناشر تلاتاشر ثانية لحد سبعتاشر ثانية هيكون الاستخلاص ممتاز جدا معايا يعني انا لو المطحنة بتاعتي على الشكل ده محتاج ارجع تكتين احنا بنتكلم لاتع الباسكت المضغوط لان الباسكت الغير مضغوط بيكون من عشرين لتلاتين ثانية ويفضل كمان من خمسة وعشرين اما الباسكت المضغوط لا بيفرق معاي من اتناشر ثانية لحد سبعتاشر ثانية اموري تمام انا هنا وصلت الاثنين وعشرين ثانية معناها ان المطحنة متعدلة ووصلة لدرجات نعمة بزيادة تناسب الباسكت الغير مضغوط ولو دقت القهوة دي دلوقتي هتكون طعمها تمام بسم الله يعني فيها سنة مرارة بسيطة لكن هي حتى على وضعها كده مقبولة اما دي هيكون طعمها في حمضية زي تشوفوا حتى القهوة شكلها عامل ازاي في فرق برضو في شكل القهوة شايفين فرق كبير في شكل القهوة وقوامها ولونها وكل حاجة لو دقنا القهوة دي دلوقتي حتى من ريحتها باين انا هي الحمضية باين فيها شوية والطعم حمضية شوية كمان من توقيت الاستخلاص نقدر نعرف هي محتاجة كم درجة يعني مثلا انا اخدت مثلا 22 ثانية زي ما قلت لكم لو انا دلوقتي عايز اشتغل على الباسكت المضغوط بنفس امكانيات المطحنة كده انا بس هرجع تكتين من المفتاح بس انا كده ان شاء الله هيوصل معي الاستخلاص 17-18 ثاني حسيت ان هو زيادة ارجعتك كمان وهكذا وبكده احنا عملنا تجربتنا سوا عرفنا لما تكون معدلة الاستخلاص معانا هيطول وهياخد اكتر من 20 ثانية كده نعرف ان المطحنة معدلة اما لو الاستخلاص كان 10 ثواني او اقل وبالشكل ده وباللون ده نعرف ان المطحنة بتاعتنا مش معدلة في الوقت ده انت محتاج انك تعدل المطحنة ده حاجة ترجعلك عندك الفيديوهات موجودة في القناة تقدر تعديلها بس لازم تحط في حسبانك طبعا قبل ما تعدل المطحنة ان اولا لازم يكون عندك دراية فنية في الفك والتركيب والتعديل والامور الفنية ديت ثاني حاجة ان طبعا التعديل اكيد هيأثر على العمر الافتراضي للتروس وللمطور هو مش هيكون تأثير كبير اوي يعني مثلا فرضا لو المطحنة هتقعد معاك اربع سنين شهجالة كويس وده طبعا رقم كبير يعني هنقول مثلا هتقعد 240 بدل اربعة هتقعد سنتين بدل ثلاثة سنة نص بدل سنتين على حسب استخدامك للمطحنة بس انا بكلم دلوقتي للناس اللي اشترت المطحنة خلاص مش اللي لسه هتشتر المطحنة انت اشتريت المطحنة فتاخد الاستخلاص ده والمطحنة تفضل زي ما هي سنتين ثلاثة ولا تاخد الاستخلاص ده مثلا والمطحنة تقعد عندك مثلا ترى تاربع الفترة فالقرار يرجعلك انت في الوقت ده انت محتاجت تعدل المطحنة ولا لا يارب الفيديو يكون عجبكم وفيه فايدة للجميع انا بس حبيت اعمل الفيديو لان جالي تعليقات كتير من الناس اول لما اشترت المطحنة فكت الكارتونة راحت هوب معدلين المطحنة جوم يشتغلوا على المطحنة مرة واثنين المطحنة اتحرقت وما كملتش معها لان المطحنة كانت معدلة وهو عدلها تعديل فوق التعديل جي يجرب الاستخلاص مكتوم مش شغال المطحنة المطحنة بتتحن باعلى من قدرتها بكتير للاسف المطور اتحرق فعشان كده حبيت ان انا افيد الجميع بالفيديو ده ان قبل ما يعمل اي اجراء على المطحنة بتاعته لازم يجربها ويشوف هي بتوصل معال ايه عشان كده بطلب منكم انكم تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا لأصدقائكم المعارفكم الحبيبكم اللي عندهم المطحنة او اللي بيفكروا يشتروا المطحنة عشان يعرفوا هم هياخدوا ايه من المطحنة ولو هيعدلوها يعدلوها ولا لا بشكركم جدا للمشاهدة في امان الله